بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عبرا فانطلقوا حتى إذا آت يا أهل قرية استقع ما أهلها فأبوا أن يضيفوا ما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقام قال لو شد لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبدأك بتأويل ما لم تستطيع علي صبرا أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان الأغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري لالك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسأرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطيع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون أفضهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجود ومأجود مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرج معلاء أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفروا عليه قطارا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ بالصورب جمعناهم دمعا وأرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعنوا في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآية ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم دوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم دهنوا بما كفروا واتخذوا آية ورسل هزوة إن الذين آمنوا وأعملوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما رشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاقرا فهب لي من لذنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلقت من الكبار عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم من سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبار عصيا وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم عجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم نمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبدت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما تر إن من المشر أحدا فقولي إني نذنت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت بي قومها تحمله قالوا يا مريم قد جئ بشيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يدعلني دبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراق مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم ناظم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم نأتك فاتبعني أهدك سراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تأتي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا كن بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وياقب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم نسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صدق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يهمر أهله من الصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم نخرون للأنقان سجدا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا كلتا الجنة التي نرث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأم ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وأيذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم نك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وندروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بالمنات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن ندية وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الطلالة فلم دد له الرحمن مد حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنه عندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقي أدل الصالحات خير معن ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأطينا مالا وولدا أطلع الغيبان اتخذ عند الرهمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونريثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم نزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يبنكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرهمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يبنكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هبدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما بالسماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بحد الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما تهنودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوان وأنا اختردك باستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة تاتيتن كاد أخفيها لتجزى كل نفسه بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوك وعليها وأوش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية بسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ومندك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى ذهب إلى فرعون إنه طهى قال رب شرح لي صدري ويسد لي أمني وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخجد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أني قذفيه في التابوت فقدفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل لذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا زكينة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من القم وفتناك فتون فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لننا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معك ما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني سرائل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يطل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها يخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا تمكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثناتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحدكم بعدب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة قالوا إن هادان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيبة موسى قلنا لا تخف إن كانت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأردلكم من خلافه ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أن يناشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البننات والذي فطرنا فقد ما انتقى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأذه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحت الأنهر خالدنا فيها وذلك جزاء من تزكى ولا قد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في المحرية بسا لا تخاف درك ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمن ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني سرائي لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طنبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فاحل عليكم غضبه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وأمن وأعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم عهد أمنرة أن يحل عليكم غضب من ربكم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زنة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا لو خواروا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتوا به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لما برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قوله قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسه قال فاذهب فإنك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحلقنه ثم لننسفنه في يم من أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسالهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قارا صصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له القولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت المجوب للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمان ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلنا قرآننا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم نتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب ازدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزمة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزودك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل لدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما واطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهدقا منها جميع بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنجا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لمحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اهدتك آياتنا فنسيتها وكذلك اللوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم نؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة يشد وأبقى أفلم نهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سمقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة بمنه لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولا بدأتهم بمنة ما في الصحف الأولى ولو أنهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا رسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم